موسيقى المنديال غرائب وطرائف مديال قطر حتى الآن عشرة تقنية عجيبة فوز الإكوادور على قطر في المباراة الافتتاحية شهد واقعة فريدة من نوعها وذلك عندما ظهرت إحصائية غريبة عبر شاشات التلفاز حول الاستحواذ بين الفريقين والذي كان بصورة بديهية في صالح الإكوادور لكن الغرابة ليست هنا فبحلول الدقيقة السادسة والخمسين من عمر المواجهة حصلت الإكوادور على أربعة وأربعين في المائة من نسبة الاستحواذ بينما نالت قطر اثنين وأربعين في المائة منه ليكون إجمالي الاستحواذ بين الفريقين ستة وثمانين في المائة فيما ظهرت نسبة الأربعة عشر في المائة شهد معسكر منتخب صربيا واقعة غريبة بعد أن قام لاعب الفريق بتمزيق قميص نجمهم سيرجي سافيتش بعد ولادة نجلته وأهلنا نجم ناتسيو عبر خاصية ستوري على الإنستجرام عن وصول مولودته إيرينا قبل البطولة الأنباء التي احتفى بها المعسكر كله قبل أن يقوم لاعب الفريق بتمزيق القميص الذي يرتديه نجم خط الوسط الأمر الذي أثار دهشة غير الصربيين من هذا التصرف الذي يعد تقليدا في البلاد فبحسب الطقوس والتقاليد الصربية يتم الاحتفاء بالأب يوم وصول مولوده بهذه الحركة كما كان يحدث في العصور الوسطى عندما كان يتم نزع ما يرتديه ليتم لف الطفل فور ولادته بداخله ثمانية وصول بطائرة حربية حدث غريب خلال وصول البعثات إلى قطر من أجل المشاركة في كأس العالم كان بطله المنتخب البولندي الذي توجه إلى الدوحة تحت حراسة حربية حيث لجأت بولندا لطائرتين حربيتين من طراز F-16 من أجل حماية بعثة الفريق المتوجهة لقطر لخوض مباريات المونديال ووفقا لصحيفة ذا سن البريطانية فإن السبب الرئيسي وراء هذه الخطوة هو وفاة مواطنين بولنديين في مزرعة على بعد أربعة أميال من الحدود الأوكرانية هذا الشهر سبعة حيلة مكسيكية تفشل في خداع الأمن القطري الأمور كانت واضحة قبل انطلاق المونديال على أراضي الدوحة بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن منع الخمور من دخول الملاعب طوال أحداث البطولة ومع ذلك لم تتوقف المحاولة من الجماهير الحاضرة لإدخال الخمور إلى ملاعب قطر بطريقة أو بأخرى وكانت المحاولة الأولى عن طريق زجاجات المياه الغازية الفارغة وبعض المنتجات المختلفة قبل أن تقرر جماهير المنتخب المكسيكي إدخال المشروبة الكحولية إلى الملعب من خلال كاميرا للتصوير في واحدة من أحدث الطرق المبتكرة لخداع رجال الأمن القطريين لكن لم تفلح المحاولة وتفطن رجال الأمن لتلك الحيلة ليحبطوا مخططات جماهير المكسيك ستة مشجع يحضر المونديال بأكمله أطلق اليوتيوبر الإنجليزي الشهير ثيو تحديا خاصا بمناسبة انطلاق منافسة كأس العالم بقطر وهو حضور جميع مباريات المونديال بداية من مباراة الافتتاح وحتى النهائي ونشر ثيو يومياته في المونديال العربي عبر حسابه على موقع يوتيوب الشهير حيث حضر جميع المباريات منذ انطلاق المونديال حتى الآن الأمر الذي فعله مشجع هولندي يدعى روبين سلوت إذ دخل تحديا مثيرا أعلن عنه عبر حسابه بالإنستجرام يؤكد أنه سيحضر جميع مباريات المونديال وحتى الآن حضر سلوت بالفعل كافة المباريات الملعوبة خمسة مباراة إيران وويلز في دبي خسرت مجموعة من جماهير منتخب ويلز فرصة الاستمتاع بمشاهدة مواجهة بلادهم مع إيران في كأس العالم بسبب خلل في النظام حيث أكدت صحيفة ديليميل البريطانية أن العشرات من الويلزيين غابوا عن تلك المباراة بعد أن أدى هذا الخلل إلى ذهابهم لمطار دبي بدلا من قطر وتم إخبار ما لا يقل عن ثمانين من مشجعي ويلز بأنهم لا يستطيعون دخول قطر بسبب مشكلة في تطبيق هي الذي يعمل بمثابة تأشيرة إلى دخول البلاد لمدة تصل إلى 24 ساعة قرر المنتخب الإنجليزي الاستعداد لكأس العالم عن طريق الانتباه إلى أدق التفاصيل ومنها كيفية التزحلق على أرض الملعب من أجل قطع الكرات وبحسب صحيفة ديليستار البريطانية كشفت عن قيم الثلاثي كايل ووكر كيران تريبيير وبين وايت بحلق شعر أرجلهم بالكامل لتسهيل عمليات التزحلق لتحسين مستواهم من الناحية الدفاعية وأضافت الصحيفة أن هذا الأمر يذكرنا بالحادثة الغريبة التي وقعت في 2017 عندما تعرض ماركو أسينسيو جناح ريال مدريد لإصابة غير عادية أبعدته عن مباراة في دور أبطال أوروبا بسبب بثرة ناجمة عن حلق ساقي ثلاثة لقب كيم حمل التشكيل الأساسي لمنتخب كوريا الجنوبية في مباراته أمام الأوروغواي في دور المجموعات مفارقة غريبة للغاية خاصة بأسماء لاعبي خط دفاع وحارس مرمى الفريق الأسيوي حيث تشارك حارس مرمى الفريق ورباعي خط الدفاع جميعا اسم كيم على القميص وهو ما يحدث للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم ويدعى الحارس كيم جيو الذي يلعب لنادي الشباب السعودي وفي خط الدفاع يتواجد كيم مونهوان وكيم مينجاي وكيم يونججون وأخيرا كيم جينسو اثنان توقعات سهيل وثورية زوجال باندا سهيل وثورية أصبح من أهم العلامات في كأس العالم بقطر الفين واثنين وعشرين وذلك بسبب توقعاتهما في البطولة والتي انتشرت في كل مكان حيث جاء أغلبها صحيحا كفوز الإكوادور على قطر وفرنسا على أستراليا وذلك استمرارا لسلسلة الحيوانات التي تم استخدامها للتوقع بنتائج المنديال في بطولات سابقة على غرار الأخطبط بول في نسخة الفين وعشرة بجنوب أفريقيا واحد نيمار المزيف وفقا لصحيفة أولي الأرجنتينية فقد ظهر شبيه للنجم البرازيلي نيمار وهو يسير في شوارع العاصمة القطرية الدوحاء كان ذلك وسط تجمهر كبير حوله ممن خلطوا بين الشبيه وبين اللاعب نفسه حتى إن قناة فوكس سوكار الأمريكية وقعت أيضا في الفخ ونشرت الفيديو عبر شبكاتها الاجتماعية ومع خروج نيمار من الفريق بسبب إصابة كاحله كانت صورة البرازيلي ضمن أهم العناوين الرئيسية لدرجة أن الشبكة كتبت على الفيديو شهد نيمار وهو يتجول في الدوحاء وفي الصور سار نيمار المزيف مرتديا ملابس المنتخب البرازيلي ومحاطا بالمشجعين الذين أوقفوه لالتقاط الصور ومع ذلك لاحظ مستخدموا مواقع التواصل على الفور أنه لم يكن النجم البرازيلي بل شبيها له لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس فبدعمكم نستمر